سبع الخير عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد معاكم ايمان حمدي هذا الفيديو هداية تكملة للفيديو السابق قدرت لكم طريقة تزيين لانتخيمي شوكولا ولا الجينواز اللي درناها في الفيديو السابق طريقة بسيطة وبزف سهلة للمبتدئات قدرت لكم كل شفيه هنا عبرك نوري لكم كيفاش جات طريقة وجات مشربة جات بزف هيلة نبدأ من طريقة تقطيع الجينواز للحشو للتزيين اللي ساج درت لكم فيديو فيه كل شبلا منطول عليكم نبدأ مباشرة هنا يا اول حاجة حبيت نوري لكم الجينواز كيفاش تقطعوها بس كوي هدي حاجة مهمة بزاف اللي ما عندهاش ماتريال ولا ما عندهاش هديك الادات سبيسال يقطعوا بيها للجينواز لازم هنا يا الكوتو سي هاد الكوتو هاد اللي يقطعوا به الموس هو وسموه الكوتو سي واللي ما عندهاش تقطع بالموس داع الخبز شوفوا تدير تدخل هكايا الموس غرب العقل وتدور ما تروحش تقطعها مباشرة دخلوا الموس هكايا ودوروا دوروا حتى تلحقوا للجهة اللي بديتوا منها من بعد هايلك هنا يا هنا يا دخلوا الموس وقطعوها كامل باش يجيكم الديسك متساوي شوفوا ميجيش كامل معوج ولي عندها هديك الالات ستعملها طبعا كيم بزاف اللي ما عندهم شعنا وحدة ما عنديش نخدم هكذا بهالطريقة نزيدوا الطبقة التانية أنا حبيت نقطعها لاربعة نحب يعني حبيت البيسكوي يكون شوية خشين كنت قدر ندير يعني ندير فيها سانك حتى السيس يعني لي ديسك ميحبيت ندير فيها ربعة تبقات وجاتش تلعلو تحكي فشتا جات عالية جات بزاف هايلا هايلك الطبقة التانية وهدي الفقانية هادية كان بزاف اللي نحولها هديك القشرة هديك أنا منحيت هاش خاطش رهي بزاف طريقة ما جاتش يبسع سيبوغسا منحيت هاش من بعد في الاخر كنديرها حنقلبها فوالا هاملك معايا ربعة طبقات شوفوا كيف شاي متقوبة على الداخل جات متقوبة بيقول راهي بزاف خفيفة والجينواز هادي عفوان جات نجحة نتمنى تجربوها وتنجح معاكم نروح ودوكا نوري لكم كيفاش درت المونتاج هايلك المول اللي طيبت فيها الجينواز تاعي نفس المول حكمت هادا كديس كني من التحت درت له بكبابي فيلم باش ما يتغنجقش عقدة معايا هات الطريقة بزاف سهلة اللي عمرها مدارت مونتاج تاع جينواز ها رايحة تنجح فيها وتجيها متساوية شوفوا الطبقات كيفاش جوني متساويين هنقلبو الجينواز تاعكم والقاعدة تاعلى جينواز هي اللي نبدو بيها خاتش كن تكون شدة روحها من تحتها تكون حكمة روحها باش تشدلي لانتخامي ديالي بها الطريقة نشربها بسيرو السيرو تعرفوا كامل الوصفة تاعو اللي ما تعرفش الدير نصري تلاما مع مية وخمسين جرام سكر عادي تغليهم خمس قايقة وتطفي عليه وتخلي هي برد تماما من الاحسن يكون برد في الفريجيدار هنا يا شربوا مليح البيسكوية تعكم وشربوا الجوانب تاني اكدولي على الجوانب باش ميجيش البيسكوية مشرب في الواسط وناشف لي كوتيك تقطعوه ميجيش كامل تقطع تعوش باب ويدينو نجي في المكلاكي ماني نشريوهم برا يعني كتشربو شربو مام الجوانب مليح هايلك بعد ما شربتها هنا تأكد بلي شربت نروحو للكريمة انا درت كريمة الزبدة هادية اللي كنت شاركتها معاكم في فيديو مفصل هنا درت لها فاني درت لها الكاكاو ودرت لها شوكولة دوبت لها شوكولة زيت لها غرش ويا شوكولة جيت بزاف بنينا وبزاف خفيفة نخليلكم الرابط تحافي صندوق الوصف هنا يا كتديرو المونتاج في حاجة غمقا كما هاد المول ولا سرسو ولا اي حاجة ما تقدروش طبعا تختموه بلا سباتيول مل احسن واسهل طريقة ديرو بلا بوش لا بوش هنا يستعملو اي بوش عندكم ولا دوي ديرو سامبل ولا ديرو هادوك اللي ساشي لما يتباعو كما لي بوش هما جو طابل بزاف رخاس إلا درتو هادوك سيبالابان كامل تستعملو ليدوي وديروه ساخ كل بهادو الطريقة هادي وعملو كامل الفراغات وشنو ما ديروش طبقة خشينا اه 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 اكو تعرفوا لا كنا موبر اه اه مش يتقهم انا هاد لا كنا متاعي جي بزاف خفيفة صراحة انو والله ما تقهم بالصح ما نحبش انا لا كنا موبر تكون بزاف في تلقاتو هاكدا بينا نزيد الطبقة التانية ونشربها بنفس طريقة خاصة الجوانب الجوانب كما راكو تشوفو يكونوا شوية نشفين يبسين شوية شربوهم مليح ونزيد الطبقة من الكريمة يعني درتلكم اسهل طريقة اه للمونتاج تاجي نواز والكريمة استعملت كريمة واحدة مولتها حبتها بدوق الشوكولاتة هنا اه جيت هنا يدرت لها البانان في الواسط يمشيت خي تخي بيان اه مع الشوكولات البانان ومن بعد اح نزيد لها الكرامل اكو تعرفوا البانان يمشي بيان مع الشوكولات والكرامل هادي الطبقة التالتة كيف كيف بنفس الطريقة اه هنا ما حبيتش نزرب لكم اه يعني وريت لكم كلش زربت برك شوية اكو تعرفوا الفيديو تجارة وطويل وهنا اه كيف كيف نزيد لها طبقة من الكريمة ودرت هنا اه الكرامل انا استعملتو فيا كرامل اه ولت هاي لا سقموها كانت واحد الوقت مليحة اهم بعد ولت عيانة اهم بعد وكم عاودوا سقموها ولت بزاف هاي لانا قعدت لي من الفيديو تعتشارك اللي كنت شاركتو معاكم اخي خدمتو وبدتو فيا ولا الكوكا وجاء هايل ودرت هنا يا الجوز يعني الحشو هادا جاء هايل بزاف منين بزاف عجبتهم والبسكويتة الطبقة الاخيرة اللي قلت لكم ما انا حيتلوش هاي اللي كلاكوش لي من الفوق شوفوا درتلو شوية بالكريمة واحدها بش يلسق فيها هاداك الجوز وتضغطو عليها مليحة هنا يا بش تجي متساوية والا بها الطريقة شوية مشي بزاف زيدو شربوها هي تانيك شربو مليح ما تخافوش وهنا يندلها مسحة فقط بكريمة الزبدة بش ما تنشف ليش بس كو يلازم مور هادا المرحالة بش تسهل عليكم بزاف الخدمة روحوا ديروها في الكونجيلاتور نص ساعة برق قسمة برد مليح برق مشيت تكونجلا هادا ما كان لو كانت خليوها عريانا هكا ما تدلو لهاش لا كرامو برم الفوق رايحة تنشف لها طبقة رقيقة بش تكوفريها ولي ما عندهاش هاد المول تقدر اه تمنطيها وحدها هكا كعادي وشنو كيتكمل كيف كيف تديرها في الكونجيلاتور من بعد تجبدها هكدا يا وتكمل وش هحندير انا يا هاي لك بعد ما بردت مليح جيدو كاتيك شوفو تنحى بكل سهولة دخلت يدي من تحتها نحيت اه المول هاداك هنا يا اديرو شي كريمة بش كيتكونو تليسو فيها ما تزلق لكمش انا نحيت هاداك الديسك تاع المول ودرت هاد ال هاد البلاستيك هادي رح يتتبع هكدايا تخونسبارانت بزاف هاي لا اه تغسلوها وتعودو تستعملوها ونكمل بلابوش توجو بلابوش اني سهلت بزاف عليكم باش هكدا لي عندهاش ماتريال اه دير كيف كيف تسيي هاد الاجينواز هادي طريقة بزاف سهلة وقعدو تديرو هكدايا وتدورو حتى تلحقو اه الفوق كامل تغطيوها كامل تتغلف مليح من بعد جيبوكو بات كي ما ديها لي هادايا تعال اه يعني سبيسيال تعال اه اللي جينواز هادو ما العالين ولا اه اشرو تعال بلاستيك ويتباع ماشي غالي دير كنز ميل تاكي ما هكدا هو بلاستيك دير كنز ميل هدايا واقلا يدير تخونساميل عندي واحد العام اللي شيريتو لماذج وقعدو هكدا يتليسيو ودورو ما تضغطوش بزاف باش ما تنحيوش الكريمة هادك تعودوش تنحيوها وهنا من الاحسن كامل راكو تشوفو الكارامل اما تلحقوش الجوانب بس كينا ياراهو يخرج ليهنا هادايا الكوفراج اللولاني ننسيي نغطي برك البيسكوي ما لقغي يكون هكا ما زالو شفاف ما يهمش بس كينا حنزيد نديرها تبرد ونزيد نديرها لها كوش وحدو خرام الفوق كي تبرد هديك الكريمة وتشد روحها يعني تي بس تسهل عليكم بزاف الخدمة باش تزيدو تكوفري وها من بعد ووالا هانا هاكدا ياب هالطريقة هانا يابل اسباتيول هاني ستقم الفق ولا تقدرو تكملو بالكوبات ما تستعملوش كامل اسباتيول هاني نخدم هاكدا غير بالعقل وسهلت لكم وبسط لكم بزاف الطريقة هنه يدي راهي محروق وانا اعتادر منكم كل من نطيف حاجة في الفرن نازم نحرق يدي ما فهمتش علاش الفيديو راهو واضح ونتمنى تكونوا فهمتوني وتجربوا هاد الطريقة وتنجحوا فيها يعني يروحوا معها غير بالعقل وما لازمش تتقلقوا وكي تشوفوها ما تغلفتش مريح معاكم ما عليش ما متكون معوجة ما يهمش ديروها برك تبرد كي تبرد وتشد روحها تجبدوها تسقموها بكل سهولة احنا بكني نحيف هادك الزايد مازال ما درتها شو بردت هنا يا شوفوا هكدا يا وراحي مغلفة اه تقريبا ملاح وهنا يا بعد ما درتها بردت شوفو حنزيد لها الطبقة التانية هناني نخدم بلا سباتول قطلكم الكارامال متلحقوش للوسط بش ما يخرجوا لكم شوفونا يا كل طقيقة له يخرج لي ما معليش هناني نعمر برك في نغطي في هادوك الوين كان يبان البيسكوي مانيش حابة ندلها كوش بزاق خشينا خادشة نحن قلاسيها يعني لانتخمي تاعي نقلاسيها كامل مانيش حنديلها القلاسة جغل من الفوق سبوخسة مشي لازم نغلفها بكوش تكون خشينا وإلا عجبتكم الطريقة وجربتوها واندحتو فيها خلوا لي تعليقاتكم وقلوا لي وإلا حبيتو ندلكم عجينة السكر لاير كايك بعجينة السكر بخصوناليزي ولا ويجي بلا قاناش وكيف كيف ندلكم طريقة بزاف بسيطة للمبتدئات هناني نعود نسجم فيها بالكوبات وكيما شفتو يعني المكونات ما فيهاش كامل مكونات غاليين بزاف يعني ما رايش عايحة تسق عاملكم بزاف سوختو لي خدمو لي كوماندولا هكدايا بش تخدمو بلي بخي غيزونابل ويولو ديوكم بزاف يعني الطالبات ولا لي تحب هكدايا تفرح ولادها ولا تديران إيفرسها ولا ما يجيهاش بزاف ما يجيهاش بزاف لقعتو مكلف ويجي بزاف ابنين انا درتها في نهار واحد طيب تلاجين واس في نهار واحد ودرت لها في نيسان في نهار واحد هنا يا خليتها بردت غير شوية ما بردت ليش بزاف خاتش زربني شوية الوقت هنا يا لاغاناش كنت شاركت هديجا معاكم ميدو نعطيكم الوصفة تحاو درت ميتين وخمسين مليليتر كريمة طازجة تعل الحلويات درت ميتين قرام شوكولاتة بالحليب وخمسين قرام شوكولاتة سوداء شوكولاتة كامل ميتين وخمسين قرام كيمة شوكولاتة كيمة كريمة الطازجة ودرت لها ربعين قرام تعمار غارين هذا وش فيها دوبت شوكولاتة لحمة من مائي وزيت لها الكريمة الطازجة سخونة عفوان لازم تكون سخونة طبعا سخنتها ودرت الزبدة وخلطتهم كامل مليح بالفوي وخليتها شوية بردت هنا انا انقلاسي بيها شوية دافية على بيها كيمة لا كنت شوفوا رحي تتعرع شوية معايا انتو ما برك خلو خلو اللقات وتاعكم يبرد مليح انا قلت لكم زربني شوية الوقت سيبو خصهنا يا انا انقلاسي فيها بها الطريقة درت ملتحتها بابي فيلم فوق الماربة تاعي وخليتها داك الديسك ما حبيتش النحي خاطش اللقات وتاعي ما راهوش يعني ما راهوش بارد بزاف من بعد نديرها تبرد وصينة وايها هكدا يا نحيل كأن نحيلها هدك الكبير ونديرها تبرد مليح هنا لا قاناش تحكموا فيها كما تحبوا هكدا يا سقموها بلا سباتول تحكموا فيها كما تحبوا ماملو كان يعني تبرد و تشدروحها تقدرو تعودو تليسي و لقاتو تعكم بكل سهولة برك سخنو لا سباتول تعكم وعودو جوزو عليها هاي لك بعد ما يعني نتوايتها خليتها شدتش يا روحها في الفريجيدر ونجي نديرها لفينيسيون تحها درت لها دي كور بزاف باسيط لقاناش لي قاعدتلي خليتها بردت في الفريجيدر مليح ونجي ندير بها دي روزاس هديك ليسالت كامل تعود طميتها ريكوبيرتها ودرتها في العبوش هكدايا درت دويتها السنان تكون صغيرة ما تكونش بزاف خشينا ودرت بيها هكدايا دي روزاس مام هي ما بردتليش بزاف قدتلكم زربني الوقت ما يخرج دي كور شباب دي كور سامب هاي لك شوكولة هدية بالكارامل تتبع هكدايا تتبع عند اللي بيعوا لوازم الحلويات والامبالاج كامل عندهم بالميزان هنا يا التزيين اختياري ديروا وش حبيته ديروا وش عندكم انا بك عطيتلكم فكرة بسيطة درت دي كور بزاف بسيط ودرت لها شوية هديك شوكولة في الواسط زرت لها غير موطيف تعلان اذا اخسر هادا ما كان حبتها السامب نتمنى تكون عجبتكم الوصفة تعنا تاع اليوم وتجربوها وتنجحوا فيها وكل عادة نقول لكم خلوا لي تطبيقاتكم في القروب فيسبوك تاعي وللانستجرام ينتمنى كامل تشتركوا معايا فيهم رهم في صندوق الوصف وهنا يا مولادها اللي راهي تقسم فيها شتول موس كيفاش ازلق تانمون جات مشربة وجات الكريمة هديك والحشو بزاف طريين هنا يا برك الايضاءة نقصة شوية بسكرا هي في الليل وهي اللي راهي تصور بتليفونها وبعد تلي برك باش تاخدوا فكرة وتشوفوا كيفاش جات من الداخل دوك تشوفوها كيفاش كتكون تقسم فيها كيفاش تكون بوالا هايليك شوفوش حلطرية شوفو التباقات كيفاش جاوم متسويين ومتناسقين شوفو الحشو هادك تعل كامل والبانان كيفاش جاباين قلت لي جات بسف هايلا قلت لي خلاصت في الطابلة تانمون خفيفة وما تقهمش اللي عجبت هالا فيديو تدير جام وتبرتاجيها مع احبابها ولي اول مرة تشاهد قناتي فضلا منها تدير ابوني هكذا بشي لحقها داي من جديد تاعي ونقول لكم تبقى على خير ونتلقى في وصفة جديدة ان شاء الله موسيقى